نروح مع حضرتكم الآن مع موجز الأهم وآخر الأنباء موجز الثامنة صباحاً مع دينا شرف فضليتين شكراً لك محمد الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على محورية دور مصر والمملكة العربية السعودية كركيزة أساسية لاستقرار منطقة لا سيما في ظل التحديات الجسيمة والمتصاعدة التي تتطلب تكثيف التعاون بين البلدين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودية أوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول تأكيد الأهمية التي يكتسبها التعاون المشترك والتنصيق المكثب بين مصر والسعودية في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة التي تفرزها ظروف المنطقة وخاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والجريمة المنظمة العابرة للحدود فضلا عن تصاعد الجرائم الإلكترونية توجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البرلمبية باريس 2024 الذين رفعوا اسم مصر عاليا في الفعاليات الدولية وأكد الرئيس السيسي أن نجاحات أبطال مصر مثلت علامة مضيئة للبلاد وإثباتا أن المصريين قادرون دوما على التحدي وتخطي الصعاب مثمنا عظيمتهم وإصرارهم اللذان يعتبر مبعث فخر لأبناء الوطن أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي اعتزاز مصر بالتواصل المستمر مع القيادة السياسية الإماراتية وأما تمثل هذه اللقاءات من قوة دفع لمؤسسات دولتين للعمل على مزيد من التعاون والتنصيق وخلال لقائه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زيد النهيان بأبو ظبيا نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شقيقه الشيخ محمد بن زيد هذا وتناول اللقاء تبادل الرؤى والتقديرات بشأن تطورات الجارية في المنطقة وحالة التصعيد غير المسبوقة وأسبل التهدئة وتجانب المزيد من التوتر والتصعيد بالإضافة إلى استعراض آخر تطورات خاصة بأزمة قطاع غزة والأزمة السودانية وأمن البحر الأحمر والوضع في كل من ليبيا والصومال من جانبه أكد رئيس دولة الإمارات على تقديره الكامل للقيادة المصرية وما يكونه لمصر وشعبها من محبة وتقدير كبيرين كما أشهد رئيس الإمارات بما حققته مصر من إنجازات خلال العقد الأخير تحت قيادة الرئيس السيسي أجرى مدير المخابرات المركزية الأمريكية محادثات مع إسرائيل والوسطاء لتعديل تفاصيل المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة والتواصل إلى اتفاق تبادل المحتجزين وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإدارة الأمريكية تواصل العمل على تقليص الخلافات بشأن مقترح الصفقة مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعربت عن إنزعاجها الشديد من تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين تنياهو بشأن بقاء الجيش في محور فلادلفيا أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن المرحلة الثالثة لحملة التطعيم ضد شراء للأطفال في شمال قطاع غزة ستبدأ اليوم الاثنين وتستمر يومين ذكرت منظمة الصحة العالمية أن نحو 355 ألف طفل طلقوا التحصين في وسط وجنوب غزة منذ الأول من سبتمبر الحالي هذا وأعلن مسؤول الإعلام بمكتب اليونسيف بشرق الأوسط للتلفزيون المصري الانتهاء من تطعيم نحو 70% من أطفال قطاع غزة ضد شراء للأطفال حتى الآن وفي الجزائر أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات فوز عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 94% من الأصوات وكشفت لجنة الانتخابات الجزائرية عن نسبة المشاركة في عملية التصويت داخل البلاد وخارجها وقالت اللجنة أن نسبة المشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية بالداخل بلغت 48.3% وذلك عند غلق مكاتب الإقتراع وبلغت نسبة المشاركة في التصويت بالخارج 19.57% ختموا مجدأات ثامنة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال بقي في قراءة صباح الخير يا مصر